على اي حال نروح بقى للشاقية التالت واللي من الطبيعي انك هتلاقي اسمه في قضية زي دي بحكم عمله الاسم التالت هو مونير جرجس شاكر اللي هو ده تاجر دهب بيمتلك مصنع مصنوعات باسمه مش عارف ايه ده شاكر جولد فاكتوري واللي له فرعان في الزقزي والقاهرة وبيمتلك محل بفندق لندمارك بالتجمع والده شاكر عوض رئيس شعب التجار وصناع المصنوعات سابقا بالشرقية هو بيدير اعمال والده في الدهب بعد وفاته في 2018 اخترته الدولة او اختاره السيسي او اخترته انتصار ربما بمعرض نيبو للدهب تزامنا مع رغبة الدولة لاقامة مدينة للدهب كده عندنا اتنين تجار دهب كده ركز معايا الله خليك عادل ومنير معلش يا سازة مو نحط عادل ومنير جنب بعض عشان اقولك ليه انا تركز في التفاصيل التفاصيل مهمة جدا التركيز في التفاصيل يا ما انقذ ناس من حبل المشنقة ويا ما ود ناس حبل المشنقة التفاصيل مهمة جدا ركز في التفاصيل كده عندنا مونير لا هات البتاع بتاعته ما هو يعني ما تحاولش تتعبني النهاردة ان انا طالع من عند دكتور السنان بستوي ما تحاولش تتعبني حط الجراف ده جنب الجراف ده الاتنين شبه بعض الحقيقة الاتنين بيشتغلوا في الدهب عادل مونير اللي هو مايكل ده مايكل عادل واللي هو الاخ مونير جيرجز شاكر الاتنين اللي هم علاقة بالدهب وفي الاخر يقولك انه الشنطة اللي كان فيها 127 ده طلعوا اسدير طيب وهي لما هم بتوع دهب ايه اللي مسفرهم عشان تتأسدير يعني ناهيك على انه في المضبوطات في ميزان لوزن الدهب ومعانا اكبر اتنين تجار دهب عادل فين يعمل الجراف فين يا رئيس الجراف يا رب تعد الحلقة دي كويس مونير جيرجز شاكر والاخ مايكل عادل الاتنين بتوع دهب كانوا بيعملوا ايه مع الاسدير اهو احسنت مايكل عادل ميشيل بوتروس يعمل في مهنة الصاغة بالقاهرة وعدد من محافظات مونير شاكر جيرجز تاجر دهب عنده وابوه تاجر دهب وعنده فروع تخيلوا دول ممسكين دلوقتي في زنبيا يرجع يقولك في الاخر اني المعدن اللي مع الطيارة ده ده طلع اسدير طب تجار الدهب دول بيعملوا ايه على متن طائرة خاصة شايلة اسدير ما تقول لي ما تقول لي ما تقول لي واخدني ورايح فين على جرح جديد ولا التنهيد ولا على الفرح موديني بحد يقول لنا يا جماعة اتنين من اكبر تجار الدهب على طيارة صغيرة وبعدين اللي طلع على الطيارة اسدير تابعوهم ورايحين يعملوا ايه احنا قلنا ناخد بقى جولة في شغل عادي المنير ده او منير شاكر ده لقيناها حوت كبير في سوق الدهب منير نشرت منصة ما تصدقش عنه تفاصيل مرعبة منير تاجر دهب في الزقزيق والتجمع ما تصدقش تستكمل كشفها هوية المطارطين بتوع زنبيا اللي بعده كمّل يا به اهو فضل اللي بعده الجزء الثاني اهو تفضل اهو اهو اه قبل ساعات اه نشرنا الاسم التالت منير شاكر جيرجس تاجر دهب عنده مصنع اسمه شاكر جول له فرعين في الزقزيق والصغة والقارة والصغة بحي الحسين كما يمتلك محلا بفندق هلنا لندمارك بالتجمع الخامس والده شاكر جيرجس عود رئيس شعب التجار وصناع المصوغات سابقا بالشرقية والده توفى سنة 2018 وطرك لنجله مونير ادارة اعماله في الدهب مونير معروف في السوق باسم الخواجع لديه مصنع يعمل من خلاله على ادخال بعض الخيامات الاخرى مع الدهب لانتاج مصوغات مختلفة مش باشا كده ده عمل عمل لوحة دهب للسيسي معانا دي أبيبو عمل لوحة ده نعم عمل لوحة دهب صورة دهب اهي هي دي ايه العب كده فضل دي فصوص الدهب هو بيقول كده مش انا اللي بقول بيقول دي بقى الصورة لحبيبنا بفصوص الدهب طبعا ما يبقاش حبيبكو ليه ما يبقاش حبيبكو ليه بيه ده مش حبيبكم ده انتو يعني نايمين اكلين شربين اتلين سرقين مصر مع بعض انت يا عم مونير انت وابوك والتاجر التاني اللي اسمه بيقابوك تفضل انت ليه ما تبقاش حبيبك لأ وإيه تتخطأ سريقاته عبر البحار فطيرة خاصة والجو ده تفضل بيه من نحن وانتو مين بقى خش علي واش تفضل انتو مين اهو شاكر اهو ده الموقع بتاعه اوكي ده الموقع بتاع شاكر والده مش بس كده شفنا له فيديو بقى نشره هو بزي ما قلتلكم كده الفيديو بتاع الصورة المرصعة بتاعت السيسي هو فرحان انه عمل للسيسي صورة مرصعة بالدهب والألماز وكده احنا عرفنا يا جماعة الاستاذة انتصار عامر او انتصار السيسي بتلبس دهب منين عشان انتو ناس مش كويسين لما شفتوها ماشى بالشنطة والعقد والحاجات دي قاعد يقولك بص جابت مينين ايه اللي جابت منين من الناس دي هي تحتشتري ولا انت عبيت انت ولا ايه ياك فاكر زي مدم هبة ومدم وتروح تشتري وتروح تفاصل مع بتاع الدهب لا يا بيه لا يا ريس ده يروح لها الاستاذ اسمه ايه الاستاذ يا عميها جماعة مونير ده مونير جرجس شاكر يروح لها بلطقم اللي بتاعه ايه رأيك يا انا شفت ده عليك ايه اهو ومليء ومش هي بس هي وولادها عرفتوا العقد بقى يقولك انتوا تعملوا مش عارف ايه ويقولك اه جابوا الدهب منين ما كل واحدة بقى ما بص يا ريس كل واحد فاهم ان الناس زيه يعني هم فاهمين ان انتصار بتروح تعدي على بحالات السيغة زي الزمان كان الزمان بتخاف تخشها او المصحف الشريف هي كانت تستجري تخش بحالة عب خلق سروت اللي هو معمول بالرخام المنور ده اللي هو اول ما تخش عب خلق سروت من ناحية العتبة كده هي كانت تخش مش عاف اسمه ايه ده اسمه حاجة جرجس حاجة فوزي كانت تستجري تخشه مستحيل مستحيل ولا بتاقى الامام علي دول في مصر الجديدة مستحيل ايه اخيرها هي يعني المهمة يعني دلوقتي بقى التجار الكبار زي الاسمه ايه ده هو مونير ده يروح بقى بالبتاع دي وبالشنطة ويقول لها بقى لا لا انا شفت عليكي الحلق ده فصوص من الحق خلص اهو الراجل عامل صورة من الفصوص للسيسي هو اللي بيقول مش انا الله يخرب بيتك يا دي شدعها شق يا دي ششق يا بتاع النشوق لا لا باين عليه شاي ولا باين عليه سكر ولا باين عليه انا مش عارف بشرب ايه والمصر في معرف بشرب ايه انا مش عارف ده ايه اللي معا ده اللي انا بشربه ده ايه شاي اخدر مش معاول طب شي سويد مش معاول اللافت بقى ان المعلم كتب بوسط على حسابه وبيتكلم فيه قبل ما يتقبل عليه بستة أيام أنه هيفتتح محله الجديد أو فرعه الجديد يعني في بور فؤاد وكتب شاكر الجديد في بور فؤاد دعوة للحبايب دعوة للحبايب كلهم تشرفونه لفتتاح التجريب يوم 11-8 الافتتاح الرسمي يوم 18-8 إن شاء الله بقوتيل هلنن ببور فؤاد والنبي والنبي لنكيد العزال ونقول اللي عمره من قال يا كايدين هم بالقوي أحنا مهم فجأة أبض عليه فهب بك ابنه بقى بيكلم عن تأجيل الافتتاح بتاع فرع هلنن اللي كان شو خش بي تم تأجيل افتتاح فرع من جاهرات شاكر بور فؤاد يوم الجمعة 25 ولا الجمعة طبعا الناس ما سابوش دخلت على حسابه وسألت الواد أبوك راح زنبيا مبروك يا معلم بتاع جيد فرع زنبيا عشان صاحب المحل اتقبض عليه في زنبيا غلص بقى فرع زنبيا بقى ونجيله عشو حلاوة عشان الزنبيين ما يعرفوش حلاوة بتاعتنا هتفتع الفرع ازاي وانت هناك مش لايه ما تيجي يا عم نجيب لك زنبيا مش حوار ترجمة نانسي قنقر